كانت البداية حماسية من صنع أنصار الفريقين ونزل أبناء الأربعاء باللباس الأحمر في إشارة أنه سيشكل الخطور على فريق الأرض والجمهور الباحث عن الفوز بعد ثلاث مباراية دون ذلك وقد غابت الفرص السنحة إلى غاية الدقيقة الثالثة والثلاثين بكرة ميشيبان وجدت الحارس في اللاح والدفاع لإبعاد الكرة في الدقيقة الأربعين نظم هجوم أمل الأربعاء محاولة رائعة غير أن كرة عباس عالة العارضة فضعت فرصة كبيرة للوصول إلى شباك الحارس عسله رد فعل شبيبة القبائل كان سريعا بهذه الهجمة التي انتهت بهدف في مرمى فلاح أمضاه شبان في الدقيقة الحادية والأربعين من زمن اللقاء هدف أشعل فرحة أنصار الشبيبة وعلى ذلك عاد الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس في الشوط الثاني تحكم أبناء شريف الوزاني في الكرة واللعب فضعت فرصة التعديل عن طريق بوشوك وحروش في الدقيقة الخامسة والسبعين وحتى تزديدة إسوف لم تأتي بالمطلوب لأمل الأربعاء الذي خسر بصعوبة ولم يخيب الأمال واحتجت عناصره على حكم اللقاء السيد عشوري مع نهاية المباراة وقلت حتى اللاعبين أن اليوم لا بديل على الفوز اليوم شيء بخبائل لابد أن تعاود مع الفوز والحمد لله يا ربي فوزنا كنا أكثر إرادة كنا أكثر حضور ولو كنا أكثر ثاني تسرع ولكن عموما نظن أن ابحثنا على الفوز جبنا ومرة أخرى الحديث